برهام باء وراء ألف ثمها ميم مجل فايدو تيجان جوخن نيونا دعا رئيس والاتحاد الاسلامي الافريقي الخليفة العام لطريقة التجانية بجمهورية السنغال الخليفة محمد الماحي الشيخ إبراهيم أنياس دعا مكونات إقليم دارفور إلى وحدة الكلمة ونبذ القبلية وصول الكرامة الإنسانية يأذلك خلال لقائه والي غرب دارفور الجنرال الخميس عبدالله أبكر وضاء حكومته وقال الخليفة محمد الماحي أنياس إن حكومة غرب دارفور والجهود الأهلية قادرة على تجاوز الأوضاع الإنسانية التي خلفتها الأحداث التي شهدتها الولاية مؤخرا فالإسلام جاء حفاظا لكرامة الإنسان الذي خلقه الله بها ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر إذن فالمحافظة على هذه الكرامة واجب على كل إنسان خاصة الرجال الذين يتولون أمور شعوبهم رجال الدولة رجال الأحكام هؤلاء كتب الله لهم تشريفا لهم على أن يقوموا بحماية البشر وحماية قومهم من الأزاء ومن الضرر ومما يؤدي إلى فساد قد يعجزون عن ذرعه ولكن رجال الأقوية شعب الذي رأيته بالأمس وهؤلاء الرجال حقا يعطون أملا في أن هذه المشكلة لن تدوم وأن رجال الأقوية سيتغلبون على هذه المشاكل وصلنا إلى بر الأمان ويكون السودان مهد حضارة ومهد علم ومهد بناء للإنسانية وتقدم والحضارة هذا هو السودان قديما وهذا هو السودان المستقبل إن شاء الله تبارك وتعالى حقا هناك قوى الشر لا يحبون للخير وجودا حقا وجود في كل مكان وهذه القوى الشر يحسدون بعض الناس على ما وهبهم الله من مواهب يستطعون أن ينفعون بها الغير وهذه القوى ضد الإسلام وضد كل الشعب في العالم يحاول أن يبني نفسه على أساس من ذات من إندياته لا من المستوردات حقيقة إن هذه القوى لا يحب مثل هذه الشعور بَرْهَامُ بَاُنْ وَرَاُنْ أَلِفٌ ثُمَّهَا مِمُنْ مُجَلْفَيْدُ تِيجَنْ جُخْنُّ نُيْنَانْ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر